وبقى نتكلم شوية على موضوع كورونا والإصابات اللي موجودة في صفوف النادي الأهلي بهذا الفيروس اللي إن شاء الله نخلص منه بقى قريبا جدا جدا بإذن الله تعالى يعني انبارح قلنا لحضراتكم إن في بعض اللعيبة الدكتور أحمد أبو عبلا بالتنصيق مع كابتن سيد عبدالحفيس كلمهم كده اللهم يا جماعة ما تجوش لأن هم كانوا قالوا إن عندهم بعض الأعراض بفيروس كورونا وقلنا اللعيبة دي كان بيرسيتا ومكي سوني وأحمد عبدالقادر قلنا حضراتكم الأسماء كلها بتاعت العيبة النهاردة بعد ما عملوا المسحة خارج النادي وما وصلوش للنادي عشان ما بقاش فيه اختلاط فبالتالي الأعداد تزيد فتم التأكد النهاردة بعد ما نتيجة المسحة الخارجية اتعملت إن في عندنا خمسة عندهم فيروس كورونا يا رب نتمنى لهم الشفاء العاجل بإذن الله مين هم خمسة دول ياسر إبراهيم وبرسيتاو ولويس مكي سوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر دول العينة بتاعتهم جات جابية وده بعد طبعا ما عملوا المسحة اللي حيحصل معهم فترة جاية حيبقى فيه متابعة دايما بالشكل المستمر من طبيب الفريق دكتور أحمد أبو عبدالقائز الطبي بالكامل وحيخضعوا للبروتوكول العلاجي اللازم بخصوص إصابات كورونا ده فيما تعلق بالخماسي يعني إن شاء الله إن شاء الله الموضوع يبقى بسيط ويرجعوا بسرعة فيه بقى مسحة طبيعة هتتعمل لتلاتة مسحة جديدة عشان يتم التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا مين هم رامي ربيعة وطهر محمد طهر ومحمد فخري المسحة اتعملت النهاردة حننتظر نتيجتها إن شاء الله بكرا ونكون عارفين النتيجة أو النهاردة بالليل بالكتير وبناء عليها تم تحديد مدى إمكانية مشاركتهم في التدريبات الجامعية مع الفريق إن شاء الله يكونوا سلام كمان بالتالي بعد الإصابات دي فبالتالي الإجراءات الاحترازية مشددة وفي الحقيقة هو مش بس بعد الإصابات لا هو من قبل كده الأهلي دايما ملتزم جدا في الإجراءات الاحترازية وما فيش يظهر في الموضوع ده لكن هو بيبقى قدر طبيعا أنت غزبا عنك بتروح هنا أو بتيجي هنا أو كلام من ده بيجي لك الفيروس يعني فإن شاء الله نتمنى أن ما يبقاش فيه أعداد أكتر بالنسبة للعب النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية دكتور أحمد أبو عبلا بقى بناء على كده أو بالتالي عمل إيه؟ اجتمع باللعبين والجهاز الفني والإداري لتأكيد على الإجراءات الاحترازية وراجع معهم كده واحدة واحدة يا جماعة نخلي بالنا من كذا نعمل كذا وبالمناسبة بالمناسبة أنا هقول لحضراتكم خبر مهمة قوي 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 يعني النهاردة بداية من النهاردة حيبقى فيه يوميا يوميا مسحة لكل اللاعبين ولكل أعضاء الجهاز الفني والإداري في أستاذ مختار التيتش داخل النادي كل يوم حيبقى فيه مسحة عشان يبقى فيه متابعة كده بشكل دوري لحالات اللاعبين عشان لو لا قدر الله حد عنده كورونا يتم عزله عشان ما يتفشش الفيروس داخل الفريق فده خبر مهم جدا قلت برضه أكد عليه حضراتكم وخبر أكيد يعني فإن شاء الله يتم تفادي هذا الفيروس خلال الفترة الجاية كابتن سعد عبد الحفيز اجتمع بمسماني والجهاز الفني للترتيب لبعض الأمور الإدارية الخاصة بالفترة المقبلة وكيفية الاستعداد للمرحلة الهمة اللي بتتعلق بكسر ربطة وأيضا كسر عالم للأندية النهاردة بالنسبة للمران كان فيه تدريبات بدنية متنوعة تدريبات قوية خصوصا بعد فترة الأجازة اللي خدها الفريق للفترة اللي فاتت واستعدادا لكسر ربطة ومطش الجنة يوم الخميس بإذن الله وكان فيه تقسيمة قوية مع نهاية المران تعلق فيها معظم اللاعبين تم تصعيد كمان نهاردة خمس نشئين للتدريب مع الفريق الأول حول أحراتكم أساميهم بمراكزهم أحمد سيد غريب موليد 2002 ده بيلعب جناح وبيلعب مهاجم أحمد أشرف بيلعب خط وسط بيلعب ستة وتمانية لعب مميز جدا بالمناسبة موليد 2001 محمد مغربي موليد 2001 أيضا ده مساك وزهير أيصر ومحمد ياسر موليد 2001 ده مهاجم ومحمد أحمد الملقب الشرقية موليد 2003 وده مساك ده لسد العجز ولسد العدد اللي قال بسبب فيروس كورونا نتمنى لهم يا رب بكل التوفيق